بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة الخامسة في مادة التحليل المكاني Special Analysis للمرحلة الثالثة موضوعنا اليوم هو Correlation Technique اللي هي تقنية أحصائية تبين لمقدار الترابط بين متغيرين لتو داتا سيت يعني من عندي مجموعتين من البيانات وهي البيانات ناخذ two variables من عندها فنشوف مقدار الترابط بين هاي the two variables طبعا نوع الترابط هيكون بالقوة والاتجاه القوة والاتجاه فالcorrelation يبين لمقدار القوة ومقدار الاتجاه للترابط بياناتهم عادة هنرمز لهذه المتغيرات بالX والY أنا مودي يبين لنا انه عندي XY variables بالتو داتا سيتو نحسب مقدار الكوريليشن إده خلينا اخذ التعريف للسكتر بلوت سكتر بلوت is a statistical graphic that displays the strength, direction and shape of the relationship between two variables يعني يبين لي هو يعني رسم احصائي حقيقة واللي ينطيني الindication للcorrelation coefficient يبين لمقدار القوة والاتجاه هو شكل العلاقة اللي تربط بين متغيرين هذه السكتر بلوت سنشرحها واحدة واحدة وتكون الرسم موالتها هي هذه اللي هنا ونجي نوضح شنو معنات السكتر بلوت للvariables وما هي القيم اللي ممكن نحصل عليها عادة نخلي هاي المتغيرات x, y, x على المحور الهفقي وال y على المحور العمودي كل نقطة هي تمثل للإنديبيجول أو الفردي اللي يعرف يعرف بنقطة واحدة اللي يقع على الرسم البياني طريقة توزيع هذه النقاط هي اللي حتبين لنوع العلاقة بنجي على هذا السكتر بلوت أول شي شون نحدد بيه البيت دايركشن يعني الاتجاه بدل الاتجاه إذا كانت العلاقة بين ال x وال y positive فمعناته أنه العلاقة طردية وإذا كانت negative فالعلاقة معناته أكسية بنقصد بالطردية أنه بزيادة المتغير x يزداد المتغير y أما إذا كانت عكسية فبزيادة المتغير x اتقل قيمة المتغير y هنا هذا اللي يبين لي الـ direction وطبعا هذا الـ direction اللي هو هسا هنجعلها بالشكل واحد واحد ونوضحها المتغير أو العفو الـ indication الثاني بالنسبة الـ correlation coefficient اللي هو strength أو مقدار القوة مقدار المتانة بالترابط اللي موجود بين هاي الـ variables طبعا هنا أنا أكو حدود للقيمة تنحسب عادة القيمة بين موجب واحد إلى سالب واحد يعني إذن قيمة الـ correlation هتكون أقصى شيء موجب واحد وأقل شيء سالب واحد إذا كانت موجب واحد فتمثلي perfect correlation يعني relation بيناتهم هي ممتازة perfect وبالاتجاه الموجب وإذا كانت ناقص واحد فأيضا هي perfect ولكن نوع العلاقة بيناتهم عكسية ليست طردية إذا موجب قلنا طردية وإذا سالب فهي عكسية فمن تكون قيمتها بيناتها وإذا كانت موجب واحد فتمثل لي perfect correlation فواحد إذا كان موجب أو سالب فهي perfect relation بيناتهم أما إذا كانت القيمة ما للكوريليشن تساوي صفر معناتها أصلا ماكو أي relation بين هاي الفاريابلز يعني ماكو أي علاقة تربط بين المتغيرات اثنيناتهم كل واحد الاستقلالي تعد ثاني وماكو أي ترابط بيناتهم فهذا من يكون عندي صفر أما القيم ما بين الصفر والواحد بالاتجاه الموجب والباتجاه السالب فهي تمثل درجات الكوريليشن اللي ممكن نحصل عليها من المتغيرات الـ X والـ Y الآن ننتقل إلى الأشكال اللي يتمثل لي هذا الموضوع الآن لو تلاحظون هذا الشكل A أول واحد يمثل لي perfect relation ولكن نوعها لتلاحظون عكسي كل ما زادت قيمة X قيمة Y تكون قيمة Y تكون تقل فبالتالي حيكون عندي نوع العلاقة هنا أكسية أما إذا أخذنا الشكل اللي هو F فلاحظوا أنه كل ما زادت قيمة X شي سير قيمة Y تزيد بس طبعاً هنا لو تلاحظون بهذا الـ A والـ F الـ A perfect يعني خط مستقيم يربط بين أو العلاقة بين الـ X والـ Y واللي هو طبعاً هنا دعنا نتكلم عن إحنا بـ Pearson correlation لأنه هو أكو عدة أنواع اللي دعنا نتكلم عنه الآن هو الـ Pearson correlation هذا أيضاً تلاحظون أنه العلاقة مالتا هو عكسية هنا أنا عندي مقدارة بالتأكيد الـ R أو الـ correlation يساوي ناقص 1 إذن هي perfect بس من تكون ناقص point 8 أيضاً هي تلاحظون أيضاً اتجاهها عكسي ولكن شنو بيها نوع من الـ انحراف عن الخط المستقيم هنا زاد الانحراف عن الخط المستقيم نشوف أن القيمة مالتها وأيضاً بعدها عكسية فتصير ناقص point 4 معناة الـ correlation هنا قل عني نجي الآن على الـ الاتجاه الموجب هذا point 9 نلاحظ أنه الانتظام مالته مو خط مستقيم 100% أكو انحراف للبيانات عن الخط المستقيم ولكن بالاتجاه الموجب فنلاحظ أنه قيمتها موجبة هنا الـ correlation point 6 ليش لأن التبع ثوربي أصبح أكثر نشوف أنه عرض النطاق مالتها باثور صار كبير أما لو نجعله هذا الشكل اللي هو الـ D الشكل الـ D نشوف أنه مدى الـ GA ترابط بين القيم للـ X والـ Y اللي هما الـ two variables وقيمة الـ R ما لاتنا تساوي صفر فمعناته هنا نشقد الـ correlation ما نقول عليه صفر معناته ماكو أي قيمة أو أي نوع من الترابط بين المتغيرات X و Y طبعا احنا هناخذ أمثلة شنو هاي المتغيرات بس انتو المفروض تفهمون الجزء النظري مالته اللي هو شون يكون الترابط بين المتغيرات X و Y أو متغيرين لـ two data set ونشوف نوع الترابط بيناتهم ناخذ مثال هذا المثال يحتوي على 3 أجزاء المتغيرات اللي هناخذها عدي سيارة أو يعني يعني عربة متنقلة فهاي السيارة هتكون ناخذ الوزن مالتها وناخذ mile per gallon يعني شقد يقطع مسافة لكل كمية من الوقود والهورس باور اللي هي القوة الحصانية مالتها والدرايف ريشيو الدرايف ريشيو هو التعريق الف مالتها موجود هنا يعني عدد دورات المحرك نسبة إلى عدد دورات إطار السيارة يعني أكو طبعا هاي تعتمد حسب تصميم السيارة أكو أنه عدد دورات المحرك يكون كل شواية في حين دورات الإطارات قليلة أو لا تكون العلاقة أفضل فحتكون السيارة أسرع وإلى آخره فهو يسمى بالدرايف ريشيو فالمهم هاي المتغيرات الأربعة هنسوي ثلاث علاقات العلاقة الأولى اللي هو بين الوزن والهورس باور نلاحظ أنه هذه العلاقة من أخذنا الهورس باور على المحور X وخذنا الويت الوزن على المحور Y نشوف أنه طلع لي الاسكتر بلوت بهذا الشكل طبعا هنا نبين أنه هو واضح جدا أنه هو العلاقة طردية والانتظام بي جيد فنشوف أنه طلع عنا قيمة أشغد طلع عنا 0.92 موجب 0.92 يعني قريب من الواحد موجب إذن الكوريليشن هنا جدا عالي عندي بين الوزن والهورس باور ناخذ الدرايف ريشيو والهورس باور هنا نلاحظ أنه العلاقة أكسية ومتبعثرة بشكل يعني متوسط هنا هذي العلاقة نشوف أنه قيمة الكوريليشن طلع لي ناقصا 0.59 واللي هي معناته علاقة عكسية ومتوسطة مقدار الكوريليشن بيناتهم طبعا أنتوا تلاحظون أنه من دا ناخذ كل واحدة من عدهن دا نطلع قيمة الكوريليشن والاتجاه ماته لأن الكوريليشن هو يعني انديكيشن أو انديكيتر إحصائي يبين لي هاي العلاقة بين المتغيرات هل هي سليمة أم لا نشوف هنا العلاقة الثالثة اللي هو بين الدرايف ريشيو والميل بير غالون فهنا ما أخذنا الميل بير غالون على المحور اكس والدرايف ريشيو على المحور واي فنشوف أنه العلاقة طلعتنه موجب ولكن بيها تبعثر كبير فنشوف أنه طلعتنه الكوريشن ما الكوريليشن هي بوينت أربعة اثنيا واللي هي ضعيفة تلاحظون أنه هاي مثال واضح طبعا هاي من وين جبنا البيانات طبعا هاي مقاسة على فكرة هاي البيانات مقاسة يجون يأخذون سيارة معينة ويشوفون النسبة بين الدرايف ريشيو وعدد الأميال اللي يخطعها في كل غالون من الوقود ويشقد طلعت هنا أنا هذا الكوريليشن تقولون ليش احنا قاعد نسوي هذا ينطيني إمكانية أنه أسوي تخمين يعني أنا أعرف أنه العلاقة موجبة بياناتهم فمن تكون العلاقة موجبة فإذا معناته أنه أنا من أزيد الدرايف ريشيو أزيد الأميال اللي يكون قالون وبالتالي حيكون عندي نوع السيارة تصرف وقود أقل وتقطع نفس المسافة يعني كثير من التطبيقات يعني كل واحدة إذا تفكرون بها تلقون التطبيقات مالتها جدا كثيرة طبعا بندنا نتكلم احنا عن نوع الكوريليشن بهاي الحالات احنا أخذناها بالبداية كالستريد يعني خط مستقيم أنه العلاقة اللي تربط بها ونسبة الانحراف عن الخط المستقيم هل هي فقط هاي موجودة طرق لا هكو طرق ثانية واللي هي تكون كورفلينيار واللي هي معناته منحنية هذي ما تنطبق عليها البييرسون كوريليشن ببييرسون كوريليشن معناته نقصد بها الكوريليشن اللي خاص بمن بالخط المستقيم أو نوعه هو خط مستقيم أما إذا كان منحني فنستخدم طرق أخرى لاحظة هنا متغيرين اللي هو مايل بيرل قالون ويال انجين ديسي بليسمينت هذا طبعا ما فيه لسيارات بأمريكا هاي الدراسة فنشوف انه هذي البيانات اللي موجودة اكو ترابط بياناتهم ولكن على شكل شنو عكسي ونوعه شنو وليس خط مستقيم وانه منحني هذا هنا بيرسون ما يشتغل عليه هنا من نجي أحسب طريقة الكوريليشن بنوع بيرسون اللي هو كخط مستقيم لو تلاحظون جر خط مستقيم منها الخط المستقيم يكون كلش بعيد عن البيانات اللي أو انحراف مالتها حيكون جدا كبير فلذلك هذي طريقة أخرى واللي هي تسمى كيرفلينيار كوريليشن كوفيشن طبعا احنا ليش ندرس الكوريليشن يعني لماذا يتم دراسة الكوريليشن أو حساب الكوريليشن ينطيني انديكيشن لأربع متغيرات البردكشن يعني ممكن أني أسوي البردكشن للبيانات الماتي فالدتي ريليبلتي وفيريفيكيشن يعني أنه أنا ممكن أسوي استميشن للبيانات أو أتوقع شنو النتاج اللي أحصل عليها صلاحية هاي البيانات الفالدتي والريليابلتي والفيريفيكيشن فنجي مثلا على البردكشن طبعا هنا بالبردكشن احنا من يكون عندي حسبنا الكوريليشن بين 2 فاريابلز فمثلا على سبيل المثال خلينا أخذ درجات السعي ودرجات الامتحانها عادة تكون مترابطة الطالب الشاطر السعي مال تكون عالي ونشوف بالفاينال أيضا يجيب عالي طبعا هل أنه هو 100% متطابق؟ هذا يعتمد أنه إذا كان بيرفكت ريليشن أو لا وهذا قلنا عليه إذا واحد طلع موجب أو سالب واحد فهو بيرفكت وإذا كان قيمتها أقل من الواحد فهي تكون أقل القوة مال الترابط هي قيمتها أقل فهنا أنا مثلا أنا أقدر أتوقع لي أن أنا أسوي الدراسة مالتي بين درجات السعي والفاينال فطلع لي مقدار من أو نوع من الكوريليشن ومقدار مالته واتجاهها فأنا أقدر من أشوف درجات طلاب بالسعي أعرف النتائج اللي راح تجيب الفاينال هذا يسمى توقع أو للنتائج اللي تحصل عليها الفالدتي هنا أنا مثلا أنت تريد تسوي IQ test شون تجي تشوف الفالدتي مالتها الفالدتي أنه تقارن النتائج اللي أنت حصلت عليها وهي دراسة سابقة مع IQ test اللي هو أنت تعرفون أكو امتحانات الذكاء للطلاب خصوصا اللي يسلوها بطلاب المتميزين والموغوبين وغيرها فهي IQ test أكيد أكو طرق مختلفة يعني اليوم مثلا وزارة التربية قررت بمجموعة من الأساتذة أنه يغيرون نمط الأسئلة ويجيبون أسئلة جديدة يمتحنون بها الطلاب نجي نشوف الفالدتي مالتها هل هي تجيب أو الطريقة هذه صحيحة يعني صالحة للاستخدام لو لا يعني فالدتي هي يقصد بها صلاحية هل هي صالحة أم غير صالحة شون نعرفها صالحة أم غير صالحة نجي نقارن النتاج اللي حصلنا عليها هذه مجموعة من الطلبة ويمتحان ثاني إن سوي الهمية ويا واحد ستاندرد أكو IQ test ستاندرد عالمي أو موجود مطبق في أكثر من جهة ومعترف به وكان على شكل ستاندرد فإذا كانت النتائج اللي حصلنا عليها على سبيل المثال درجة هذا الطالب هو الأول المفروض يطلع لي بالامتحان اللي إحنا مخترحي أيضا يطلع الأول إذا بالستاندرد الطالب الثاني يطلع ثاني المفروض هناك يطلع ثاني وطبعا مقدار الفلكتشويشن أو مقدار التغاير بالقيمة بالبيانات حيكون يعتمد حسب مقدار قوة الكوريليشن بياناتهم هذا مثلا يسمى الفاليدي النوع الثالث اللي يقدر أحصل عليه من الكوريليشن اللي هو الريلايابلتي هنا نريد نشوف هذه الايكيو تيست اللي إحنا نسويها هي يعني جيدة ومناسبة أم لا شنقصد هنا مناسبة أم لا يعني على سبيل المثال أنتو أخذنا إحنا عشر طلاب قاعدة نمتحنهم بالايكيو تيست فنمتحنهم اليوم على سبيل المثال بظروف جدا ملائمة الكهرباء جيدة الطالب ما أخذ راحته وقت الامتحان مريح على القاعدة اللي يمتحن بها كلها جيدة ونجي نفس الامتحان نجري على نفس الطلبة ولكن شنو يكونون بظروف أخرى كأن تكون الجو غير ملائم التوقيت غير ملائم القاعدة غير ملائمة الأساتي إذا يشدون عليهم إذا جابوا نفس الترتيب بالنتائج يعني هنا أنا مو أقصد أنه إذا جابوا بالامتحان الأول المية الامتحان الثاني يجي مية لا أنا أقصد ترتيب الطلبة وتسلسلهم بالإضافة إلى يعني مثلاً أنا كان بالامتحان الأول الأول ما أخذ مية والثاني ما أخذ ثمانين يعني الفرق كل الشبير والثالث والرابع أقل وأقل هنا المفروض بالامتحان الثاني إذا جابوا أهمياً الأول لأن كانت الظروف غير ملائمة جاب مثلاً خمسة وثمانين المفروض الثاني يجيب سبعين أو يجيب ثنياً وسبعين إذن هذا ريلايابلتي مالتا عالية فإذن أنه أنا من أجي أشوف الاختبارين لازم بظروف مختلفة لازم يطوني نفس النتائج تكون ريلايابلتي مالتا عالية والتطبيق الأخير اللي أقدر أحصل من الكوريليشن اللي هو الـ واللي هو الإثبات طبعاً هنا الإثبات على سبيل المثال احنا مثل ما دام دو نأخذ الآيكيو اللي هو اختبارات الذكاء فشون مثلاً نثبت أنه ذول مجموعة الطلبة شطار مثلاً نسوي نفس التيست ولكن نسوي على الآباء يعني آباءهم فنشوف أنه المفروض أكو علاقة تربط بين ذكاء الوالدين مع ذكاء الأبناء فهنان طبعاً هذا يكون أيضاً إثبات يعني مثلاً يعني إذا الأب والأم بعدهم مثلاً ما عندهم أولاد أو أولادهم بعدهم أطفال جداً مداخلين سن الدراسة فشون أتوقع أنه هذول مثلاً أولادهم هيطلعون أذكياء يطلعون درجة ذكاءهم أقل أشوف أنه هم مستوى الأب والأم الشون يكون عادة أو وليس هي عادة وإنما هي جاية من الكوريليشن بين نسبة ذكاء الأبوين مع نسبة ذكاء الأولاد فإذا كانت نسبة ذكاء الأبوين عالية فنشوف نسبة ذكاء الأولاد أيضاً تكون عالية هناك اختلافات بالتأكيد جداً هناك اختلافات وتعتمد على كثير من الأمور ولكن هناك علاقة تربط بينهم فتسمى بالفيريفيكيشن ثيوري أو عملية الإثبات النظرية للقيم هذا بالنسبة إلى الكوريليشن اللي أو يعني بالأحرى بالأحرى حتى يكون وابح لكم هو عبارة عن قيمة أو متغير أحصائي نحسب لمتغيرين لداتاستيت معين ونشوف العلاقة التي تربط بياناتهم شكراً شكراً